طبعاً نحن نتابعين الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في هذه الفترة وفي الفترة اللي بيكون فيها ارتفاع في درجات الحرارة زي الوقت اللي بيمر فيه ده دلوقتي الجسم بيكون بحتاج لكمية كبيرة جداً من الميا عشان يقدر يحافظ على درجة حرارة الجسم وكما ما يتعرضش الجسم لخطر الجفاف أو الإرهاق خاصةً كمان الأطفال بيحتاجوا الكميات معينة يومياً من الميا في فصل الزيف ومشكلتنا يا أحمد نحن أحياناً بنغفر أن نشرب ميا كتير ده حياة جمالة يمكن الناس أحياناً بتستهتر بالموضوع ده وفي ناس بتنسى يعني بتنسى لها تشرب ميا والحياة بتبقى تلاهي بالنسبة لها لكن ده بينعكس بشكل مباشر على صحتنا احنا نهاردة في صباح الخير يا مصر هنتعرف من خلال ضفنا الكريم الدكتور أشرف عبد العزيز عبد المجيد أستاذ التغذية وعميد كلية الاقتصاد المنزلي السابق إيه هي الكمية المطلوبة يومياً للجسم من الميا وإزاي يتم التعامل مع الأطفال في الأجواء الحرة اللي بيكون فيها ارتفاع في درجات الحرارة بنسبة شديدة خلونا نعرف التفاصيل من دكتور أشرف صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا فندي مقلم بك أعلم بحضرتك يا فندي في البداية حابين نعرف من حضرتك الكمية الجسم يعني كمية المضبوطة أو الكمية المفروض الجسم بيحتاجها في درجة الحرارة العالية يعني في درجة الحرارة العادية وفي درجة الحرارة العالية اللي احنا يعني بنختبرها دلوقتي وعشين معاها دلوقتي إيه كمية المية المضبوطة؟ هو بس قبل ما نبدأ ونتكلم في الجزائية داية نقول المية ده عنصر من العناصر الغذائية الستة اللي هو يجب الإنسان أنه يحصل عليها بكميات زي ما حضرتك وقلت طلوقتي أي كمية قدرت الكمية دي بحوالي من 2.5 ل 3 لتر في اليوم بس بيغفل على الجميع ده عموما يا دكتور من 2.5 ل 3 لتر في اليوم ولا مرتبطة بالبنيان الجسدي للجسم يعني حسب الوزن حسب الطول طبعا بقولك كمية المية اللي انت عاوزها طبعا هننكلم في الحدى داية ال 2.5 لتر في اليوم داية في الأجواء العادية لسه بقى في الأجواء الحرارة دي حاجة تانية جزء بقى هو المجهود البدني بيعمل ايه زيادة النشاط بيعمل ايه هل بحتاج كمية أكبر ولا بحتاج كمية ألم فطبعا من ناحية تغزوية بنقول ان الانسان بيحتاج الى من نص لواحد ونص لتر مية نعم خلاص ممكن تكون المية داية في صورة سوائل شاي قهوة مشروبات عصائر طيب طب التلاتة ونص التلاتة لتر الباقيين هاخدوا من اين قالك عن طريق الأكل ما الأكل اللي انت بتاكله دا أصلا بيحتوى على ايه سوائل طيب في حاجة تانية قالك اه قالك كمية عشان جسمي يحصل على احتياجاته الغذائية والعناصر الغذائية بالشكل المناسب يستفيد بيه بيحصل عمليات هدم هدم ومتصاص داخل جسم الانسان هذه العمليات بيخرج منها كمية من المية يبقى انا عندي فيه تلات مصادر للايه للمية شرب سوائل أول حاجة تانية حاجة الاكل اللي انا بتناوله في سوائل كل الاكل اللي بتناولها دكتور اشرف كل الاكل بتنتول بس نصب مختلفة بقى اه اه يعني مثل نجي لأقولك ايه الاطعمة الماس sachوقة فيها نسبة عالية اطعمة النايف نايف فيها نسبة عالية طب الاطعمة المشوية فيها مية اه فيها مية كل الاطعمة اللي نسمي بتناولها فيها كمية من اللي ي Assassins فقدرة الكمية ده بحوالي من 2 نص إلى 3 لتر يوميا التلاتة لتر دولة دكتور أشرف هم نفس التلاتة لتر اللي بيحتاجهم أصحاب الأمراض المزمنة ضغط سكر كولة هي نفس النسبة ما بتختلفش هو اللي لو احنا اتكلمنا في الجزئية دي الكلة بتحتاج كمية مية أكتر كمية مية أكتر عشان المية أصلا هنا بتعمل عملية يعني بالبلد كده بيجي يقول لك ده المية بتغسل الكلة بتغسل بتغسل الكلة بتاخد بعض السموم اللي هي موجودة داخل جسم الإنسان واتخرجها وهو في مية داخلة وفي مية خارجة صحي في مية داخلة ومية خارجة طب بتخرج عن طريق إيه؟ عن طريق العرق عن طريق اليورين عن طريق الفيسز البول والبراز عن طريق التنفس هل الناس تعرف أني جسم الإنسان فيه ميزان للمية؟ ميزان للمية؟ ميزان للمية طب لابد إيه بيحسن؟ نازل يكون كمية المأخوز قد كمية الإيه؟ الخارج الخارج هل الناس تعرف أني جسم الإنسان البالغ بيحتوي على من خمسين لستين في المية؟ مية؟ طب الإنسان البالغ طب الطفل حضرتك كلمت دلوقتي بتقول الطفل الطفل بيحتوي جسمه على خمسة وستين في المية من المية كل خلايا جسم الإنسان سواء بقى إيه؟ بالغ طفل بيحتوي على نسبة عالية جدا من المية كل الخلايا حتى العظم أقول لك آه حتى العظم حتى الشعر آه حتى الشعر سبحانه الخلق فطبعا المية عنصر هام جدا جدا في تغذية الإنسان كل ما يدخل عن طريق الفم يعتبر غذاء طيب دكتور حضرتك بتتكلم دلوقتي قلت أنه الأكل فيه مية ممكن نسبة المية ممكن تتقاوى السوائل مش لازم مية بعينها سوائل سوائل بشكل عام يكون فيها نسبة ببيرة من المية سوائل حضرتك هل ممكن حد يقول فيه نسبة فعلا بتنتقى تشرب مية ويمكن أنا أسمعت مؤخرا كذا حد بيقول أثرة ما بحبش تعمل مية يعني أنا بالنسبة بستغرب الكلمة دي لأنني بحسش أن فيه تعمل المية ولكن فيه نسبة بتحبش تعمل مية تمام فبتقول أنا خلاص هستعيد عن المية بعصائر بالأكل خاصة القدروات زي الخيار والخص بيقى فيه نسبة كبيرة من المية البطيخ فواكه كنت شفت كمان تقرير الحقيقة عن شخص يعني قرر أن هو يستعيد عن المياه يعني هذا الشخص قاعد حوالي خمس سنين أو أكتر ما بيشربش مية بس بيشرب سوائل بيشرب عصائر بيشرب يعكل فكهة ولكن مؤخرا صحيته تدهورت جدا نظرا أنه مش بيشرب مية في شكلها المية تمام فهل ينفع نستعيد عن المية بشيء؟ هنتكلم في الحتة ديت يعني إيه؟ حتة إننا مباشا أفضل مصدر للمية بالنسبة للإنسان المية أفضل مصدر للمية بالنسبة للإنسان المية لو جينا قلنا مثلا حضرتك كلمتي دلوقتي في حتة الإيه؟ ممكن عصائر؟ آه ممكن عصائر طب العصار بتديني مية بس؟ لا دا بتديني مية وفيتامينات وقام لحمة عدنية لو طبيعية لو؟ طبيعية طبيعية والحتة ديت هنتكلم فيها لما يقولك إيه؟ الأجواء الحرة طب الأجواء الحرة بلى بتعمل إيه الأجواء الحرة؟ بتفقدك مية؟ آه عن طريق العرق طب العرق دا عبر عن مية؟ لا دا مية وقام لحمة عدنية مية وإيه؟ وقام لحمة عدنية طب أنت بتفكد كده كمية من الأملاح المعدنية لازم تعوضها تعوضها عن طريق الميا لا أنا ممكن أعوضها عن طريق العصائر في الحیتة دا لازم اخد почти عصائر فيها أملاح معدنية خلاص أعوضها عن طريق الخضرات التاسجع أعوضها عن طريق الفاكهة التاسجع ففي الحیتة دا عزتا كمية لذلك مريض الضغط المنخفض بيعاني من الأجواء الحارة يفقد كمية أملاح من هالسطوديوم وبالتالي هنا بيحصل إيه؟ بيحصل مشاكل والصداعة يجيله والإرهاق يجيله والتعب يجيله طيب دكتور لو إحنا بنتكلم على فكرة فصول السنة المختلفة سواء كان صيف أو الشتاء إزاي قدر أنا أحافظ على درجة حرارة جسمي من خلال الميا في الفصول المتغيرة؟ هو عملاً في الشتاء الناس ما بتشيبش ما كتير وده أتخذ غلط آه طبعاً غلط إحنا هقولنا إيه؟ فيه كمية محددة قلنا الاثنين ونص والثلاثة لتر والاثنين ونص والثلاثة لتر إحنا قلنا إيه؟ هيخدهم من إيه؟ تلاث مصادر اللي هي السوائل من ضمنها الميا والأكل وثالث حاجة اللي هو إيه؟ التفاعلات داخل جسم الإنسان طيب هل هو الاثنين ونص والثلاثة لتر اللي إحنا بنتكلم فيهم هيخدهم في الأجواء العادية؟ طيب في الأجواء الحارة هنعمل إيه؟ هيزود كمية ليه؟ إحنا لذلك لسه عايلين فيه ميزان ميا داخل جسم الإنسان صحيح وقلنا برضو نسبة مقاوية لازم الناس تعرفها إن جسم الإنسان بيحتوي على من 50% ل60% ميا يعني 50% ميا بالنسبة الإنسان العادي أو الطفل 65% لازم تكون موجودة باستمرار آه طبعا الخلايا ميزان الميا بيعمل إيه؟ بيحافظ على كمية السواء لداخل هذا الجسم يعني في الأجواء العادية في الشتاء لازم أخذ الإيه؟ الكمية دايد طيب في الأجواء الحارة وقلنا المصادر اللي هي أو الطرق المختلفة لخروج الميا من الجسم عن طريق العرق وعن طريق البول وعن طريق البراز وعن طريق حاجات دي كلها لازم أخذ كمية أكبر في الوقت داخل عشان حافظ برضو على الإيه؟ على المزان على 50% ل60% أو 65% بالنسبة للإيه للطفل يبقى في الحالة دي أعمل إيه؟ أشرب مية يعني الحالة داية يعني تعنون بكلمة أشرب مية طيب إيه أعراض أو أضرار نقص المية في الجسم وإزاي يعني إيه اللي بيحصل يعني الجسم بيستجيب لها إزاي لما ممكن حد ما ياخدش باله إنه عطشانة على الفكرة فيه ناس كتير جدا تاخدش باله إنه عطشانة ولو شربت أي حاجة أو حتى كالت أي حاجة خلاص الإحساس دا بيروح أو بتحس إنه خلاص مش بحتاجها لتاكل ولا تشرب فعايز أعرف من حضرتك أضرار نقص المية إيه في الجسم وأعرضها إيه؟ طيب تمام نبدأ بالإيه بالطفل لإنا حضرتك وكلمت عن الطفل أولاً الجفاف وقلتوا الكلام دوت والجفاف داية تيجي تمسك جلد الولد أو جلد الطفل تلاقي إيه بيطلع معك كده إيه اللي بيحصل؟ أول ما بيروح الطفل ليه الطبيب يقول له دا عنده جفاف يعمل إيه؟ هي بسأل علامة يا دكتور الجلد؟ آه الجلد كده ومن عند البطن وعند الإيد يقول له إيه؟ خد محلول معاجة الجفاف بيتكون من إيه؟ أبارة عن مية خلاص ويه اللي هو الصوديوم الصوديوم من وظفته إنه هو بيحتاجز أو ضغط الأسموزي بتاعته عالي بيحتاجز كمية من الإيه؟ السويل من داخل جسم الإيه؟ الطفل طب كمية السويل اللي هي بيحتاجزها داية جزء بيخش داخل الخلية وجزء إيه؟ خارج الخلية دكتور بمناسبة احتجاز السوديوم تحديدا الناس اللي ما بتشربش مية بتلاقي الدكاترة بتاع التغذية يقولك اللي أنت جسمك معبي مية علشان ما بتشربش مية ده غالف إحنا قلنا الوقت في حاجة اسمها لو أنت شخص طبيعي سليم صحيا خلاص جسمك بيقوم بالوظيفة بتاعته على أكمل وجه وقلنا في ميزان للمية خلاص فمش هي عب كمية المأخوذ على قد كمية الخارج لكن جسم محتفظ بالنسبة اللي أنا اتكلمت عليها في الأول خالص اللي هو من 50 إلى 65 إلى 60 في المية فمش بيعب مية حتة يعب مية أو يحتجز مية أو القديمة اللي حضرتك بتكلم عليها دي دي بتكون نتجة عن أمراض تانية أمراض تانية يبقى احنا يقولنا إيه؟ يبقى كمية المية الطفل هيأخذ احتياجاته من المية وهنا يبدأ الجسم يقوم بالوظيفة بتاعته على أكمل وجهة أول ما قتدي يتناول محلول الجفاف محلول الجفاف للسوديوم بيحتجز المية بيدخل المية داخل الخلايا وفيه مية بتدخل خارج الخلايا خلاص ومن ضمن الحاجات يعني نجل لك إيه؟ طب المية اللي داخل الخلايا ديت من ضمنها إيه؟ قالك من ضمنها الدم هو الدم صلب؟ لا طبع سيئ من ضمنها إيه؟ العصارات إيه؟ الناتجة من الغدد زي الغدد الدركية وغدة البنكرياس وكلام ده هل ليها وظيف؟ آه وظيف ده وظيف حما جدا طب أقول لي المية؟ لا أشرب مية أشرب مية طيب هنا نتكلم برضو يجي لقولك الطفل مثلا طفل الغذاء الرئيسي بتاعه إيه؟ المية اللبن سائل سائل سواء إيه لبن الأم أو اللبن الصناعي وبالتالي هنا كمية المية إيه؟ كبيرة جدا طب بعد الفطام إيه اللي بيحصل؟ بنوصل أمهات تملي بعد الفطام إن هم يستمروا على تناول أبنائهم للبن لأنه هو ده الغذاء الإيه الأساسي كمية المية فيه كبيرة؟ جدا فإحنا بنيجي نقول إيه؟ إن المية مهمة جدا بالنسبة لإيه؟ لصحة الإنسان طيب بالنسبة للبالغ بقى البالغين أعراض النقص المية إيه؟ أولاً كمية إحنا قلنا فيه مأخوذ وفيه إيه؟ مفقود فالمفقود بيخرج عن طريق إيه؟ عن طريق الكلة بيخرج عن طريق اليورين اللي هو الإيه؟ البول نعم لو كمية المية قليلة كمية المفقود بيبقى كتير لا اللي بيحصل في الكلة فيه بعض المخلفات وسموم هذه المخلفات والسموم بتتركز وممكن تعمل حصوات طب هل اللوم بتعب يتغير البول أو طعم صحيح خلاص يعني في الأول يجي يقولك إيه؟ إن كمية إيه؟ البول قليلة حتى يقولك يروح يعمل تحليلات فييجي بيحل ليجي يقوله يعمللي تحليل البول فييجي يقوله إيه؟ طب من دمين التحليلات كمية irrelevant كمية المAny المفقودة قد إيه؟ واللون واللون طب اللون لو كان عسل كده يبقى كمية المية قليلة يقوله يلحق نفسك وشنا في حب الماء عشان عندك إيه؟ نقص حابة إيه؟ في المماء طب اللون لو كان أصفر غامق ده أنت يا إيه؟ نقص عندك في الماء إيه؟ أكتر طب اللون لو بني لا ضروري بقى انك انت بقى ايه تتعرض على الطبيب ويشوف الكصة بتاعتك ايه كده الوضع تدهور اه في مشكلة دكتور بالنسبة للناس اللي بتشرب قهوة لان احيانا القهوة بيكون لها ارتباط بفكرة خروج المية الكتير اللي موجودة في الجسم ايه مظبوط فهل تناول القهوة ليه معدل طبيعي اللي انا اقدر اتناوله في اليوم ولا عادي بكميات مفتوحة القهوة على قد ما احنا بنقول ان هي لها مشاكل خلاص ورفع ضغط الدم والكلام ده الا ليه الا انها لها فوض فوضها اكبر اه لها فوض زي الشاي يجي يقولك الشاي في مشاكل اه في مشاكل لكن فوض الشاي اكتر من ايه من ضرره طب القهوة حضرتك بتقول ايه ان هي ديوريتيك يعني ايه عبارة عن ايه بتخلي الانسان يروح الحمام عطول كافيين اللي موجود فيها بيخلي الانسان يروح الحمام عطول طب اتناول كمية كبيرة ولا تناول كمية عليا يعني فنجان الصبح وفنجان الاخر النهار مش هبقى فيه مشكلة خلاص لان نسبة الكافيين في القهوة 90 ميلي جرام في الفنجان لكن نسبة الكافيين في الشاي 30 ميلي جرام 30 ميلي جرام طيب هل الكافيين ده بيأثر اه بيأثر هيخليك ستصحصح اه هيخليك ستصحصح هل هيدوب حبة من الكالسوم ويأثر على العظام يبقى انا ايه مقترش من ايه من تناول الايه القهوة طب هيخليك تخش تروح الحمام كتير وبالتالي هنا هل هتخرج مية نفكر بقى مع بعض هل انا هتخرج مية لا ده انا هتخرج مية وقام لحمة عدنية صحيح زي مريض السكر يعني نفسي من دن التشخيصات اللي هي اه 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 او التحاليل المطلوبة اه لمريض السكر ما يقدرش اللي ايه السكر اللي صايم وفاطر والتراكم وكبس لا ده انتقدر لي كمان الكالسوم والايه والفسفور شوف العظم بقى بتاعه يعمل ايه واجعلنا من الماء كل شيء حاجة طبعا عشان كده لابد الحفاظ على نسبة تناول المياه بشكل مؤتدل ويمكن انا حديك قلت النسبة المؤتدل المطلوبة لكل انسان من اتنين ونص لتر ليه تلاتة لتر لازم اللي احنا نحافظ على هذه النسبة عشان خاطر اللي احنا نتجنب ونتقي الوقوع فيه يعني حالات صحية متدهورة بنشكر الحقيقة لدكتور أشرف عبدالعزيز عبدالنجيد أستاذ التغزية وعميد كلية الاقتصاد المنزلي السابق شكرا لرجودك معنا في صورة أخرى شكرا جدا